أستاذ الدعاء أبلغ مع حضرتك وإزاي ممكن يتم معالجة نص أدبي لعمل درامي في حكايات بين الأبطال من غير ما أمست الحبكة اللي بتبقى موجودة في زهن المؤلف وحتى القارئ اللي كمان أرى الرواية وحيشوف العمل السينمائي أو الدرامي اللي يخص نفس الرواية لأن دايماً الكاتب المفروض اللي هو العين التانية لأننا دايماً بنقول عليها القيمة المضافة لأي عمل اللي هو هينقلها لوسيط آخر مختلف تماماً عن فكرة الورق والخيال وأنه هو يتعامل أكتر مع خيال القارئ لكن السينما أنت شايف حاجة مجسدة فبالتالي أقدر أن البقى للوسيط ده لازم أراعي مفردته أراعي فكرة أن الرواية ده ما معتمدة على الوصف معتمدة زي ما قلنا على الخيال معتمدة على حرية الكاتب أنه هو ينطلق زي ما هو عايز هنا بقى دور العين التانية اللي هتيجي تنقلي الوسيط ده الوسيط مختلف تماماً أن هي زي ما حيك قلت أن هي أحافظ على الحبكة أحافظ على المدارة الرئيسية أحافظ على البداية والوسط والنهاية ولو أن النهاية غالباً بيتعمل لها أبديتين كده زي دوع الكروان أنها كانت مختلفة تماماً فبالتالي وممكن ألعب في الشخصيات بس مش الحدود الرئيسية للكاركتر بتاعي ما أقدرش ألعب في حدود غير المسموح لي أو غير ما أقدرش أن أنا أخل بالشخصية يعني مثلاً شخصي كان طيب ما أقدرش أحوله الشخص شرير لكن أقدر ألعب في الأحداث نفسها هي اللي جوه اللي تبرز الموضوع وتبينه أكتر وفكرة أن أنا كمان أن أنا في شخصيات أتأدي العمل ده فبالتالي ما أعتمدش على الوصف لأ أنا أعتمد على مواقف وأحداث هي اللي تبيني الكاركتر ده ده غالباً بيحصل وده اللي دايماً الواحد بيشجع فكرة أن أنت تلجأي للرواية لأن الرواية عشان فيه عند تاني هتشوف الموضوع فيه كمان الموضوع محسوم وممسوك وعارفة فين أوله من آخره لكن غالبية كتابنا يعني بيبقى الموضوع عشان فكرة السوق وعشان فكرة يلا بينا ندخل الستوديو يلا بينا نتفاجئنا إن شهر رمضان داخل فبنلاقي الحكاية لا مش باين البداية والواسطة النهاية حتى بالنسبة لممسرين ممسرين كتير جداً بيبتدوا تصوير حلقاتهم ويبقوا مش عارفين عدد الحلقات اللي هيمسلوها كام طب هو دوره عبارة عن إيه طب تطور الشخصية أخبارها إيه فده كان بيخلي دايماً بالعملية الإبداعية